ولكن حسن العشرة إزاي بقى نجدده في حياتنا حسن العشرة لازم نعرف إن حسن العشرة ما بيجيش بالتهاون لكن حسن العشرة فيه أدوات لازم نعيش بيها عشان نعيش في حسن العشرة إيه الإجراءات اللي نعملها عشان نصل إلى حسن العشرة أول إجراء مش هتكون في حسن العشرة من غير تركيز يعني إيه ما فيش حسن العشرة والراجل ضمن الست والست ضمن الراجل يعني إيه ضمن الراجل يعني ما بيشوكوش في بعض ايه ولا ألا ما تفهمش كده لكن ضمنين بعض يعني ايه شايفين ان هما مش محتاجين يكتهدوا ولا محتاجين يركزوا في تصرفاته مع ان الله سبحانه وتعالى مع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه انما الاعمال هو بالنيات يعني انما الاعمال هو بالتركيز ركز انت وبتعمل التصرف ركز انت وبتقول الكلمة ركز ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله يهو بيها في النار سبعينة خريفة طب ليه كسر خطر واحدة كسرت خطر واحد لما الرجل يكون تعبان وجايب فرحان وجايب لك هدية او جايب حاجة في بيته فتكسره خطره ولا يا سلام بقى لما واحد تكون ايمع البيت ويجي واحد يمارس معاه العنف ويجي حد يبرر له العنف ده يبرر له العنف ده وات بايه بان هي مأمورة هيعمل لها ايه مش هو بيأكلك ويشربك ليه حق انه يمارس العنف لا والله والله ما ده شرع ربنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ضرب رسول الله شيئا قط وقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بخياركم لما قالوا له دفير الجلب تضرب الستات قالوا ليسوا بخياركم وبعدين احنا عندنا النموذج حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فالراجل اللي بيدرب مراته الضرب ده ده والعزب الله هذا الشخص عاصي وقد يكون وقع في كبيرا انه بيدرب المرأة بهذه الطريقة ده والعزب الله ما يفعلوش غير واحد في قلب ونوع من انواع الفجور والشخص ده قد يكون وصل به الحال انه غير متزن نفسيا لما يضربها ويجلدها وهي حبيبته ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال محدش يضرب يجلد امرأته ججلد العبد ثم يأتيها ما ينفعش انت راجل كده مش متزن يا ابني فلازم يكون حسن العشاء تركز تركز على مستوى الكلمة تركز على مستوى التصرف تبني تبني الثقة بينك وبين زوجتك لابنى لابنى ولذلك ايه اللي حاصل اول حاجة في حسن العشرة التركيز ركزوا الله يبارك فيكم ما ينفعش ان انت طالب السعادة وبتعمل اي تصرف اه لا كده مش هتحصل سعادة لازم تركز يبقى اول حاجة التركيز تاني حاجة مش هينفع تبقى في حسن العشرة وما فيش تعبير عن الحب وانت لازم تعرف شريك حياتك بيحب ايه من طرق تعبير الحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان السيدة عائشة بتحب التعبير عن الحب بايه بالكلمات فيسألوا من احب الناس اليك يا رسول الله يقول عائشة قالوا ليس عن هذا نسألك بل عن الرجال قال ابوها لان حضرة النبي عارف ان مين مين اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف ان هي بتحب الكلمات كلمات التحفيز كلمات الاحترام كلمات التقدير فلازم نعمل كده يبقى لازم تعرف لغة شريك حياتك ايه وليزاك السيدة عائشة ايه اللي حاصل عارفة كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة عارفة ان حضرت النبي كمان بيحب ايه بيحب ان هي تكون سعيدة فكانت دايما تقوله وتهتم بيه فتقوله يا رسول الله شوف الكلام عارفة ان حضرت النبي بيحب ايه فتقوله يا رسول الله ليه ما تفعل ذلك حنية حضرت النبي يحب الحنان اصل سيدنا النبي حنين سهل كده ولين فعرف السيدة عائشة أن حضرت النبي حنين فبتمارس الحنان معه تقول له يا رسول الله لماذا تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورة الحنية فكمان الرجالة محتاجة حنية والستوتات محتاجة كلمات تحفيز يبقى لازم تعرف اللغة اللي بيحب الشريك الحياة أن تعبر بها بعد كده كمان لازم نعرف أن فيه ثلاث أركال لحسن العشر الاهتمام تدي لشريك حياتك وقت خاص بيه والاحترام ما يسمعش منك شريك حياتك غير كل كلام محترم وكل كلام لازم فيه ترفع من شأم والتأدير لازم تعمله من الحبة أبا لما يعمل حاجة حلوة تأدر اللي هو بيعمله والتأدير والمسافة من مدن حبة والأبا هي مسافة الحب ولذلك حسن العشرة لما يكون بالأركان التلاتة دي هتلاقي الخير الكتير هتلاقي النور والبركة والفتح والتيسير يبقى ثلاث حاجات تعملهم عشان تكون حسن العشرة أول حاجة ببساطة تركز ثاني حاجة كمان تعبر عن حبك ولكن باللغة اللي يحبها شريك حياتك ثلاث حاجة أعرف أن فيه ثلاث أركان لحسن العشرة الاهتمام والاحترام والتأدير يا رب اجعلنا ممن يحسن العشرة واجعل هذا عبادة يا رب اجعلنا على يقين بأننا إذا أحسننا عشرة شركاء حياتنا بأننا نعبدك ونعبدك عبادة تحبها لأن حضرة النبي قال أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يبا إذا عايز تبقى سيريك حضرة النبي وفي جوار حضرة النبي يكون حسن العشرة يا رب اجعلنا من هؤلاء اجعلنا في جوار حضرة النبي بحسن عشرتنا لأهلنا